لولا الشناوي في مباريات كتير في البطولة كانت اهتزت شبكنا بعدد كبير من الاهداف ده حقيق احنا هنا بمديله حقه فعلا مش عشان مجاملة تقليل ولا حاجة لا احنا مباراة البرازيل العالم كله تكلم حتى في ماتش استراليا الاداء اللي رائع اللي قدمها في ماتش البرازيل احنا شايفي الشناوي انقذ مصر من هزيمة سقيلة ده حقيق ده حقيق وعايز اقول له كمان رسالة اقول له ارفع راسك والحزن اللي كنت فيه لان هو لعب هو كان عنده طموح كبير انه يواصل المشوار لا انا اتكلمك انت طالما جبت سيري طبعا الشناوي لازم نقف عنده ونركز بشكل كبير جدا ان عامل بطولة انا في اعتقادي من افضل براس موجودين في البطولة يمكن ان هو اخذ من افضل عشر لعبين في الدور الاولاني وده قليل لما بيكون حارس مرمى لكن محمد الشناوي يمكن زي انت اقولت كمان كان هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا امام منتقب البرازيل لولا تقلق محمد الشناوي يعني خليني اتكلم ان هو ويمكن كان في بعض يعني بعض الصور ويمكن هنعرضها معاك يا ابو ونبدأ كمان تتكلم على شخصية القائد محمد الشناوي مش بس حارس مرمى على مستوى عالي جدا لكن كنا بنسمع صوته في طبعا ما فيش جماهير او ما فيش تواجد جماهير كنا بنسمع صوته ازاي بيوجه ازاي بيعني تعال معاك بس نشوف الارقام الاول ارقام محمد الشناوي من خلال توكيو 2020 ونبدأ برضو نتكلم على هذه الارقام ودوره ككابتن كابتن التيم ودوره كمان كقائد للمنتخب القومي الولمبي في 2020 طبعا اربع طبعا مباريات على مستوى المشاركات هدفين في اربع مباريات معدل تصويب للمرمى اتنين وتلاتين يعني هو ادر اتنين وتلاتين لعشر العرضيات لا دي دي ارقام مختلفة لا خلينا التصويب 18 صد منهم 16 رقم يعني رقم برضو نحطه بقى جنب نوير ونحطه جنب يعني جنب يمكن دونا روما يعني ارقام رقم كبير جدا جدا يعني انك بتشاط على حارس مرمى بتشاط عليه 18 تزديدة بيصد منها 16 رقم عالي جدا طبعا بيحافظ على المحفى الدولي زي ده وفيه منافسات قوي فيه لعابين اصحاب خبرة بدعم المنتخبات بيحافظ على مرمى في مباراتين بيخش شباكو هدف مباراة هدف من البرازيل وهدف في مبارات تانية من الارجنتين كرة سابتة خطأ دفاع بحث يعني حارس مبدع حارس ابدع العالم يعني انا زي بقول الحراكة قدام استراليا العالم كله تكلم صفل استراليا قالت لعبنا هتخال ان هما طلقوا بعض المباراة بيقولوا لعبنا ولكن كان هناك حارس يوضع الشناو لا وكمان على مستوى يمكن قبل مقابلة البرازيل على الشاشة قدامنا طبعا التصدي الراعي عمام منتخب استراليا وخلاص زي ما شايفين الولد خلاص قريدي فرح الولد خلاص شايف الكرة جوه لقول لها كانت صعبة جدا جدا وبالتالي رد الفعل رائع طبعا من الشناوي صعبة جدا جدا وما كانش حد متوقع ان الشناوي ممكن يعمل هذه ردة الفعل يعني كمان الناس يعني فاهمة جدا في حراس المرمى مع الطول دوت مع يعني مع سرعة الكرة كان صعب جدا والصورة اللي قدامنا دي كمان بتبين شخصية كمان الشناوي كان ممكن جدا انا عملت العلية وعملت بطولة كويسة لكن حزنه الشديد لخروجه ده بيديك انطباع ان هو مش متعود على كده هو متعود على البطولات الشناوي لازم ترفع راسك في المواقف اللي زيدية الشناوي ولازم عملت بطولة عظيمة وكل الناس بتتكلم عليك بشكل قطة من رائع وانت كمان كنت خلي بالك انت بتمثل بلدك وكمان بتمثل النادي الاهلي انت متعود ان يكون في بطولة متعود انك توصل لأبعد نقطة لكن كمان يعني كلنا بكل الجماهير المصرية وكل الجماهير على مستوى العالم شايف ان محمد الشناوي كان من افضل لعيبة على مستوى البطولة نتمنى له طبعا توفيق مع النادي الاهلي عايز اقول لك عايز اكد شخصية شناوي لنا شايفين تقلقه على المستوى الفني لكن دور حان المشناوي لانه واحد من اللاعيبة الكبار دور اللاعيبة الكبار كان موجود ايه وعلى رأسهم الشناوي دور مهم جدا في توجيه اللاعيبة وزميلهم الصدرين زي ما شفنا الشناوي وشوفنا احمد حجازي بعد المباراة كلم مع اللاعيبة وقال لهم انتوا اللي جاي وكسلام اللي جاي الشناوي بس انا عايز اقف عنده والرسالة اللي انا كنت بوجهها لي من شوال لما قلت الحقيقة للصورة دي لان الصورة دي شوفناها وتدولتها وسائل الاعلام كلها ان ارفع راسك فوق فعلا انت تستحق انك ترفع راسك فوق انت قدمت بطولة بطولة رائعة يعني الخسارة مش نهاية العالم طبعا زي ما يقول بس هو مشكلت الشناوي واي العيب في النادي الاهلي هو تربع البطولات يا كابتس ماينفعش يخد بطولة ما بياخدش اي منافسة بيخشها الا قدام عينه هدف واحد انه يكسب بطولة فبالتالي لما بيخرج بتبقى دي حالته حالة الحزن اللي مسيطرة عليه وبيبدا الصورة اللي دا ما اضطرين حالة الحزن طبعا وخلي بالك انا كنت لايه في الملعب وبحس اللي بيعمل كده او الصورة بتيجي عليه كده بيكون عنده طموحات وعنده امال انه كان عنده فعلا طموح كبير جدا كلنا كان عندنا طموح كده نحنا نعدي ونحنا نعمل مديليا دي بتضاف طبعا لمصر وتضاف حتى على مستوى السي في بالنسبة لكل لعب لمنتخب مصر خلي في بالك ان الشناوة كابتن طبعا كلنا عارفين عمل تاريخ كبير جدا اه طبعا شارك حارس شارك في كاس العالم خاد اتنين بطولة دورة يا ابطال افريقيا وارا بعض خاد مع الناد الاهلي بطولة كتير جدا دورة بتاع راح كاس عالم وخده الاول مرة في التاريخ وياخد افضل لعب قدام رجوي معيني زي ما حراك عارف مش حارس كتير ياخد افضل لعب في المباراة قليل لما حارس ياخد افضل لعب فكان محفل دول كبير وجديد عليه طبعا الولمبيات حلم كبير عنده طبعا فرض اختياره فيه بمستوى مستوى الجيد ومستوى الرائع مع منتخب مصر الاول ومع النادي الاهلي اهيله انه يكون موجود في الولمبيات فكان عنده حلم برضو كبير الشناوي انه يترك بصمة في الولمبيات زي ما عمل بصمة في كاس العالم زي ما عمل بصمة مع النادي الاهلي في البطولات الكتير اللي خدها فكان عنده حلم كبير بيروده عشان كده كان الحزن الكبير بعد الخروج صحيح خاصة ان هو قبل بلاء حسن في المباريات تصديات رائعة فكان عنده طموحه وكان ايمانه الداخلي من نفسه ان احنا ممكن نعدي وليه لا يعني الشناوي دايما هو النادي الاهلي دايما بيتربى وليه لا اي منافس ممكن تواجه ليه ما كسبش لا طبعا